يعني أقول لك سر أبو حسن لما أنا كنت بالجبل في المقاومة في سنة الاثنين وثماني أبو حسن كان عندي في قاعدتي في جبل قارة أكلها شربها روحتها جيتها كلها كانت تصير عن طريقها ويشهد هو الرجال يعني ما أكلين قبزه ملح سواء السيد المالكي نفس الشي في المعارضات في المنافي في الطهران في سوريا في الإقليم وأصلاً يجع عن طريقنا لما رجع إلى بغضا كان عدنا هنا في أربيل خوش منتاز التحالف مع الإطار أبراك ماتي أم عن قناعة لا لأحنا تحالفنا ويقيادات الإطار مو جديدة يعني هذون من أقرب حلفائنا يعني شخصية مثل هذه العامري عدنا تاريخ طويل وعريف في المعارضة مع نوري المالكي أيضاً تاريخ طويل وعريف جداً مع آل الحكيم بيت الحكيم أيضاً يعني أحنا هذول كانوا حلفائنا الأساسيين في الأراق الجديد وإن شاء الله يبقى لا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر